اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمناسبة إنجاز الفريق الملكي للقدرة بحصوله على المركز الأول في بطولة إسبانيا الدولية للقدرة وقدم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه التهنية والتبركات إلى اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مشيدا جلالته أيده الله بجهود سموه البارزة في مواصلة تأكيد مكانة رياضة القدرة البحرينية في المحافل الخارجية ومنها الأوروبية والتي تركت بصمتها الواضحة في تحقيق الإنجازات لمملكتنا الغالية بفضل رؤية سموه وأعرب اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن شكره وتقديره إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على مشاعر جلالته تجاه أبنائه في الفريق الملكي للقدرة وهو ما يؤكد رعاية الفائقة التي تحظى بها رياضة القدرة من لدن جلالته أيده الله ونقل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تهنية وتبركات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى أفراد الفريق الملكي للقدرة وإلى الفارس رائد محمود بطل بطولة إسبانيا الدولية لمسافة 160 كم وإلى الفارس محمد عبد الصمد صاحب المركز الرابع وإلى مدرب الفريق عبد الرحمن السعد إضافة إلى الطاقمين الفني والإداري للفريق الملكي ترجمة نانسي قنقر